عصارة كوبينغز متعددة للسخدامات وهي عصارة 3 ب1 اليوم بستوديو تافولا رح نحضر ساوى العصير، السموذي والآيس كريم كلهم بواسطة هالجهاز الوصفة الأولى هي عصير الرمان نتأكد إنه نستخدم نصفات العصير الصفراء وإنه نغلق فتحة السيليكون بأسفل وعاء العصير منشغل الجهاز بالضغط على كبسة التشغيل ومنسكب حبات الرمان من الأعلى لحظوا إن اللب عم يخرج جاف تماما وهيك بتضمن عصارة كوبينغز أكبر كمية من العصير ظرف ثواني بتعصر كوبينغز حبات الرمان وبتعطيكم عصير شهي ومليء بالعناصر الغذائية ولأنها عصارة هادية وما بتعمل صوت ممكن تحضر العصير بأي وقت منسكب العصير ومن قدم الوصفة الثانية هي سموذي المانجو لتحضير السموذي منركب ملحق السموذي لستان ستيل داخل مصفات السيليكون منركب مصمار العصير ومندوره مرتين ليثبت بهالشكل منوضع عنبوب إدخال الفواكه والخضار ومندوره باتجاه عقارب الساعة لنسكره لنحضر السموذي منشغل الجهاز منسكب كوب من الحليب السايل كوب من شرائح المانجو مقشرة ومجمدة شريحة أناناس من ثلاثة إلى خمسة شرائح برتقال حسب الرغبة رشة فسطق حلبي مجروش منفتح الغطاء لسكب السموذي ومنرش فسطق حلبي مجروش قبل التقديم الوصفة الثالثة هي آيس كريم التمر لتحضير الآيس كريم نحن بحاجة لملحق الآيس كريم باللون الأبيض الشفاف ولكن ضروري ننزع مصفات السيليكون لأنه مش بحاجة إلا منركز النقطة الحمراء على ملحق الآيس كريم فوق النقطة الحمراء على وعاء العصير منركب نصمار العصير ومندوره منوضع الأنبوب الواسع لإدخال الفواكه منتأكد أنه الغطاء الزكي مفتوح ومنبدأ بتحضير الآيس كريم منضيف خمس حبات موز مجمدة تدريجيا من عشرة لتناش حب التمر منزوعة النواء ومنضيفها تدريجيا رشة جوز مجروش رشة جوز الهند مبروش ومنضيف كل المكونات تدريجيا للانتهاء من كمية الموز والتمر منسكب الآيس كريم مع رشة جوز ورشة جوز الهند المبروش ومنقدمها لتنظيف القطعة منستخدم ملحق التنظيف مندخل المصفات داخل مصفات التنظيف بهالشكل ومندورها بالاتجاهين لتنظف كل بقاية الأكل ومنشطفها منستخدم الفراشي لنتخلص من بقاية العالقة بالفتحات ومخارج اللب والعصير ومنشطف القطعة وهيك منكون نظفنا قطعة صارت كوفينكس بغاية السهولة تابعوا باقي الفيديوهات على قناة ستوديو تافولا على اليوتيوب وعطونا رأيكم